نشر في قراءة إجابة شيخ الإسلام رحمه الله قال رحمه الله الحمد لله الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال يجب اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإن يجمعهم حجة قاطعة وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمع عليه لا في الأصول ولا في الفروع وحكى غير واحد من أهل العلم بآثارهم وأقوالهم قالوا في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحوه إنه بعلمه وحكوا إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإنكارهم على المحرفين لها ولهذا لا يقدر أحد أن يحكي عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة بنقل صحيح أنه تأول الاستواء بالاستيلاء أو نحوه من معاني أهل التحريف بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية بما يقتضي أنه سبحانه فوق أرشه ويمكنه أن ينقل بالإسناد الصحيح أنهم قالوا في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أنهم قالوا بإلمه طيب الآن هو جالس يبين المنهج الحق يقول المنهج الذي سرتم عليه هو منهج غير صحيح المنهج الصحيح هو الأخذ ممن حكم الله ورسوله عليهم أنهم على الحق كما قال النبي ما أنا عليه وأصحابي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غاشر لأمته نسل الله فهذا لا يمكن فهو يقول حقيقة الواجب في هذه الأمور نحن نعود إلى الدين الحق قبل أن تدخل في هذه البدع وهو العودة اتباع طريقة السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم البقية إلى قيام الساعة والذين اتبعوهم بإحساس المهاجرين وأنصار هذه خلاص انتهت وهذا الحكم الله عليهم ثم حكم الله أن الذين يتبعونهم له أجر كما هو أجر أجر هؤلاء المهاجرين والأنصار قال فإن يجمعهم لأن عندنا مصادر العقيدة ثلاثة لأنها أخبار كتاب وسنة وأجمع فهذه الثلاثة هي التي نأخذ منها لأن العقيدة لابد أن تكون عقيدة صحيحة العقل والفطرة أدلة وليست مصادر العقل والفطرة أدلة نستطيع أن نستدل بعد أن نثبت العقيدة من الكتاب والسنة والأجمع فهو يقول فإن يجمعهم حج قاطعة وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجمعوا عليه لأن النصوص كلها يعني آيات المشاققة هي تدل على حدا مشاققة طريق المسلمين نعم لا في الأصول ولا في الفروع يعني لا في كما هم يسمون العقيدة يسمونها الأصول ولا في الفروع التي هي الفقه يجب أخذ الطريق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل للقرون المفضلة شكرا